اشتركوا في القناة وحماية حقوق كل مواطن ومقيم على أرض المملكة جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة في قصر السفرية اليوم قاضيين في محكمة التمييز حيث أدى اليمين القانونية أمام جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينهما في محكمة التمييز وقد هنأهما جلالته متمنيا لهما كل التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية وأعرب جلالته عن تقديره للجهود المخلصة التي يبدلها عضاء السلطة القضائية في مختلف مواقع عملهم منويها رعاه الله بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته وتشريعاته بما يضمن أداءه لمهامه على الوجه الأكمل موسيقى موسيقى موسيقى